الفيديو ده الطلب مني كتير جدا والفيديو ده برضو يعتبر طويل بالنسبة للفيديوهات اللي أنا بقدمها فانتي لو مهتمiye بفيتامين سي رمو فانتي سمعين من بدايته لنهايته لأن كل ثانية فيها معلومة جديدة اما بقى لو انتي بالضوارع على انواع سيرم فيتامين سي لموجودة في الصيدليات فانتي هتلقاه في نهاية الفيديو بقى لو انتي مش مهتمية بسيرم فيتامين سي فسيب الفيديو خالص شوفي اي فيديو تاني موجود على اليوتيوب اما بقى لو قررت ان انت تكمل الفيديو لنهايته فما تنسيش تعملي لايك وتشير الفيديو وكمال لو اول مرة تشوفينا ياريت تشترك في القناة عشان هتلاقي حاجات كتير هتعجبك هنعرف مع بعض مقدمة عن فيتامين سي وايه قصة اللي اخد جائزة نوبل عشان فيتامين سي. سويت فيتامين سي للبشرة. وازاي اختار فيتامين سي من الصيدلية. واختار تركيز. ولو حصلي تهيج او احمرار للبشرة اتصرف ازاي واعمل ايه? كمان هل فيتامين سي مناسب للحامل واللي بتردع ولا لا? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم من جديد ورابع حلقة معانا في رمضان وهنتكلم عن الساحر بتاعنا فيتامين جيم او فيتامين سي. يعتبر فيتامين سي مضاد اجسادة قوي جدا. وبدأنا ان احنا نستخدمه كعلاج موضوعي في الجلدية عشان نعالج وكمان نمنع التغيرات اللي بتحصل نتيجة الشيخوخة او عامل السن او اتعرض لاشعة الشمس وكذلك فرط التصبغ او الاسمرار الناتج عن مشكلة جلدية. بس بتقابلنا مشكلتين. اول مشكلة ان هو انستابل او غير سابت يعني بتأثر بفعله ضوء. وتاني مشكلة انه ما بيقدرش يوصل للطبقة الداخلية من الجلد او طبقة الادمة بتاعت الجلد. عشان كده بدأت الابحاس يتوجهوا ان هما يكونوا من فيتامين سي يكون سابت وكمان طرق جديدة توصلنا انه هما يدخل لطبقة الادمة من جوه. طب ما تيجو بقى نحكي قصة فيتامين سي من الاول. معظم النباتات والحيوانات بتقدر انها تصنع فيتامين سي. على عكس البشر. ما بيقدرش انه يصنع فيتامين سي. فبالتالي بيعتمد على الاطعامة اللي بتحتوي على فيتامين سي. زي الفواكه الحمضية. والخضروات الورقية اللي لونها اخضر. وكمان الفراولة والبابايا والبروكلي. عام الف تسعمائة سبعة وتلاتين. في دكتور اسمه البرت قدر انه هو يفوز بجائزة نوبل. عشان قدر انه يعزل جزء فيتامين سي من الفلفل الاحمر. وقدر انه هو يتعرف على دوره في مرض الاسكربوت. كان مرض بيسيب البحارة زمان عشان كانت رحلاتهم طويلة. وما بياخدوش فيتامين سي. فبالتالي كان بيحصل لهم زي النزيف من اللثة. في معلومة مهمة وكثير بيخفل عنها. وهي ان امتصاص فيتامين سي بيتم بعملية معقدة شوية. او بمعنى اصح الجسم بياخد اللي هو عايزه فقط. فبالتالي كمية الفيتامين سي اللي راحة للبشرة بتبقى كمية غير كافية. وده اللي بيخلينا ان احنا نستخدمه بشكل موضع على البشرة. عشان نقدر ناخد فوايده للجلد. طب ايه يا بقى فوايد فيتامين سي? اول حاجة تقليل ضرر الاشعة الفوق بنفسجية للبشرة. ما يعتبرش فيتامين سي واقل للشمس. ولكنه بيحتوي على كمية من مضادات الاكسادة اللي بتعمل على الحد من الاشعة الضرر للشمس على البشرة وكمان بيكسبها حماية مضعفة للوقاية منها. وبالتالي بيحمينا من سرطنات الجلد بعد كده. تاني فايدة معنا. هو حماية البشرة من التجعيد. بيعمل فيتامين سي على تقليل ظهور التجعيد في البشرة. ده غير كمان ان هو بينظم انتاج الكولاجين. وهو من المواد اللي بتعزز ملونة البشرة وبيتقويها وبيكسبها نضارة وجمال. تالت فايدة ليه ان هو بيعمل على التفتيح. سواء بقى علاج البقع السمراء النتجة عن مرض جلدي او نتجة عن حبوك جلدية او كمان كلف او علاج الاسمرار الدائم النتج عن الشمس. علاج اسمرار الكوعين والرقبة والقبط واليدين او اسمرار المناطق الحساسة. ولكن يجب الحزر في الاستخدام. رابع حاجة معنا هو معالجة جفاف البشرة. بيعمل فيتامين سي على الحفاظ على البشرة والتقليل من حدوث الخشونة والجفاف فيها. نيجي بقى لسؤال مهم جدا. هو ازاي اختار فيتامين سي موضع البشرة. لو جينا بقى نتكلم عن فيتامين سي اللي موجود في الماركت. هنلاقي موجود في صورة كريم وموجود في صورة سيرم. بس الافضل طبعا هو السيرم لانه بيبقى موجود في صورة نشطة. عشان كده غالبا بتلاقي لونه عديم اللون. اما بقى لو تحول بفعل الضوء او تاكسد بمعنى اصح هيتحول للون مسفر شوي. كمان لو موجود معاه فيتامين اي فده بيضاعف قوته او بيضاعف تأسيره اربع مرات. وكمان لو موجود معاه مادة اسمها فيروليك اسد. فده برضو يحفز منه حوالي تامن مرات. طب هل يا ترى استخدم فيتامين سي سيرم تركيزه كام? مش اقل من تمانية في المية ومش اكتر من عشرين في المية. لان تركيزه لو اقل من تمانية في المية فبيكون تأسيره ضعيف وكأنه مش موجود خالص. اما لو تركيزه اعلى من عشرين في المية فهو مش هيديني كفاءة اعلى. بالعكس ممكن يديني اثار جانبية اعلى. يعني يسبب لي احمرار وتهيب في البشرة وزيادة حساسية للبشرة. هنتكلم بقى على تعليمات قبل استخدام سيرم فيتامين سين. اول حاجة ممنوع ان انا احط السيرم في وجود اي حبوب بالوجه او المنطقة المروض تفتح. تاني حاجة ممنوع ان انا احط اي ميكاج على البشرة قبل استخدام السيرم على البشرة لمدة 3 ايام لتجنب اي مواد كيميائية ممكن انها تأثر على البشرة. كمان ممنوع استخدام اي مستحضرات تجميل على البشرة خلال فترة العلاج. وممنوع استخدام اي عطور لوجود بعض المواد المسببة للحسية بها. طبعا لازم اخسل الوجه جيدا قبل وضع السيرم مباشرة سواء بقى بمية افضل ويجفف في رفق لمدة 5 الى 10 دقايق. واخسل ايدي كويس بعد وضع السيرم. وطبعا اهتم بالتغذية جيدة من الخضروات والفواكه خلال فترة العلاج. وفصوصا الحاجات اللي احنا قلناها في اول الفيديو. اللي بتحتوي على فيتامين سي بنسبة عالية. نيجي بقى للعناية بالبشرة بعد وضع سيرم فيتامين سي. بيتم وضع سيرم ملطف او كريم مرطب. والافضل طبعا نكون في البيت عشان نقلل الاحمرار الناتج عن السيرم. وده مش حاجة اجبارية. بس ده للناس اللي بشرتهم حسسة شوية. وطبعا الافضل ان هو يستخدم باللين. لازم يتحط واقي الشمس مناسب لبشرتك قبل الخروج من البيت. وده قبل الخروج بتالت سالة. كمان نتجنب اشعة الشمس قدر الامكان. ونتجنب درجة الحرارة العالية سواء من الجو او فرن المطبخ. وكمان التعرق اسناء فترة وضع السيرم. طيب ايه هي مدة وضع السيرم بالتفتيح فيتامين سين? المدة المفضلة يفضل من 20-30 دقيقة. وتكون بالليل. وبعدها بنشطف السيرم. وممكن بعض الاطباء يسمحوا ان احنا نحط السيرم بالليل لحد الصبح. وده على حسب قوة البعع او المشكلة اللي انا بسببها بحط سيرم فيتامين سين. وطبعا ما يكونش بيحصل لي منه اي التهابات او اي حساسية. نيجي بقى لمدة استخدام السيرم. مفروض ان انا استخدم السيرم من فترة 15 يوم حتى 3 شهور. حسب الغرض من استخدامه وبيحدثها طبعا طبيب المعالج. طيب ايه الاعراض الجانبية السيرم فيتامين سين? اول حاجة حكا جلدية او هرش جلدي ببعض الاحيان. التهاب جلدي نتيجة زيادة مدة الاستخدام او زيادة الكمية المستخدمة من غير ما الطبيب يحدد. تلت حاجة احمرار بالوجه جديد جدا نتيجة نفس الطريقة. رابع حاجة احمرار بالوجه نتيجة تعرض للشمس. خمس حاجة حسية بشرتك من السيرم نفسه. نيجي بقى الاسباب بتزود من الاعراض الجانبية لتسيرم فيتامين سي ان انت تحطي كمية كبيرة او تزود المدة او تحطي بالنهار او تتعرضي للشمس او تتعرضي الحرارة عالية. طيب لو لقدر الله حصل الاتهاب شديد واحمرار شديد اعمل ايه? اول حاجة هتحطي ملطف على وشك عشان يهدي الدنيا شوية. وهتوقفي فيتامين سي سيرم. وكمان هتحطي واقي شمس بالنهار. طب هل الحامل ينفع نتيجة تستخدم سيرم فيتامين سي? ممنوع استخدام السيرمات الخاصة بالتفتيح خلال فترة الحمل. عشان نبعد عن اي مشاكل. طب هل تستخدم المرأة فيتامين سي وهي في وقت الرضاعة? ممكنها تستخدمه بس بعد مرور ستة اشهر وعشان نمنع اي ضرر يحصل للطبق. ده كان فيديو النهاردة يا رب يكون عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. وكمان تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. هسيبكم مع انواع فيتامين سي لموجودة في بالقسامة الموجودة كمان. فانا هسيب لكم الصور هتلاقيها اللي الصور بتتقلب. فانت شوفي اللي انت تحبيه او المناسب لكي او ممكن تشوفي رفيوهات عنه وتجيب اللي يعجبك وتبقي كمان عرفت الاسعار بتاعتها بتاريخ النهاية شهر اربعة عشرين عشرين. مع السلامة يا احلى جمهور. وكمان هستنى في التعليقات بتاعتكم تقولولي ايه الموضوعات اللي انتو حابين ان احنا نتكلم فيها بازن الله. شكرا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة